ولمزيد من التفاصيل عن لقاءات الرئيس معصوم ينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد الشواني. سيد خالد أهلا بك إلى نشرتنا لهذا اليوم. عرضنا كل نشاط رئيس الجمهورية خلال هذه النشرة وفي تقارير الأمس. من خلال هذه الاجتماعات ماذا تبل وراء عمليا؟ كيف تصف هذه المبادرة؟ كيف تنفذ؟ شكرا. طبعا سيادة الرئيس الجمهورية التقى يوم أمس واليوم مع أغلب زعماء الكتل السياسية. لبلورت وجهة نظر أو مبادرة ممكن أن يخرج العراق والعملية السياسية من هذه الأزمة النيابية الموجودة. فلربما لاحظنا خلال الاجتماعات بأن الجميع لديها حرص كبير على معالجة هذا الموضوع بالتفاهم. ووفق السياقات الدستورية والقاسم المشترك الآخر. ضرورة الحفاظ على العملية السياسية في العراق. وكذلك حفاظ على هيبة مؤسسات الدولة وأي اختلاف في وجهات النظر ممكن أن يحل من خلال التفاهم وتوافق جميع الأطراف. من هذا المنطلق وبعد الاستماع إلى وجهات النظر في آلية خروج من هذه الأزمة. وأن لا يشعر أي طرف من الأطراف بأنه خسر الجولة أو المعركة. لذلك الرئيس جمع كل هذه الأفكار وكل هذه وجهات النظر. وقدمه في مبادرة واضحة وصريحة تتضمن في خطوطه العامة. ضرورة التفاهم وتوافق الكتل في إخراج العراق من عبور هذه الأزمة. بطريقة التي يشعر كل طرف منها بأنه منتصر ويعود الاستقرار إلى العملية السياسية. كنقطة شروع لبداية عملية إصلاحية. ممكن أن يتبنىها الحكومة. وكذلك مجلس النواب وجميع المشاركين في العملية السياسية. كنقطة شروع وترك هذه الأزمة خلفنا. أستاذ خالد حتى لا نقع في بقولة وفسر الماء بعد الجهد بالماء. أنت رجل قانون مستشار نائب سابق. ما هي الآليات؟ ما هي الخطوات العملية؟ ماذا سيحصل؟ أعتقد من خلال استماعنا لوجهات النظر. وحتى في المبادرة التي قدمها سيد الرئيس إلى زعماء الكتل من عصر هذا اليوم. وإلى الآن وبعد انتهاء من هذا اللقاء. هناك أيضا لقاءات أخرى مع زعماء وقادة الكتل. لغرض أخذ آرائهم حول هذه المبادرة. نعتقد الأجواء إيجابية. ونذهب باتجاه. هناك تفاهم على عبور هذه الأزمة. أستاذ خالد ما هي بنود هذه المبادرة؟ ماذا سيحصل بخصوص هذه المبادرة؟ أنت تتفضل بالقول أن هناك مبادرة. وتحدث عن تفاهمات. ويجب أن لا يخسر أي طرف تفاصيل هذه المبادرة. خطوط واضحة فيها. لو سمحت. أتكلم عن القواعد العامة والخطوط العامة الواردة في المبادرة. المبادرة فيها جانب سياسي وفيها جانب القانوني. كل الخطوات السياسية التي بنيناها في سبيل وصول إلى التوافق. أستندنا فيها إلى المواد الدستورية والقانونية. وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب. لبل ورد مشروع يتم التفاهم بشأنها. الآن بنسبة كبيرة هناك تفاهم على أغلب النقاط الواردة في المبادرة. بعضها يحتاج إلى دراسة. بعضها يحتاج إلى موافقة نهائية لبعض الكتل. يعني هل ستحصل جلسة لمجلس النواب على أساس هذه المبادرة؟ حرصا مننا. نعم. هل ستحصل جلسة لمجلس النواب على أساس مبادرة الرئيس معصوم؟. وما هي أجندة هذه الجلسة باقتصال لو سمعت؟. إذا تكلل جهودنا بجهود رئاسة الجمهورية والسيد الرئيس الجمهورية. بالتحديد بالنجاح وهذه الأجواء الإيجابية الموجودة الآن. الغرض النهائي من المبادرة هو عقد اجتماع لمجلس النواب. اجتماع مشترك. يشارك فيها جميع الكتل. ومن خلال البرلمان ومجلس النواب. من خلال أنفسهم يحلون هذه الأزمة. وفق السياقات وآليات دستورية والسياسية في نفس الوقت واردة في المبادرة. وعندما لا نكشف عن بنود وآليات الواردة في المبادرة. هو حرصا مننا في سبيل أن لا زال بعض القادة الكتل لم يطلعوا على المبادرة. خلال الساعات المقبلة سنزورهم ونقدم لهم المبادرة بشكل رسمي. حرصا مننا على إنجاح المبادرة لا نعلن عنها في الإعلام. سيد خالد بخصوص اللقاءات والمعلومات. هناك تسريبات. قالت بأن الرئيس معصوم وزعيم الوطنية الدكتور إياد علاوي. لم يكن تماما على صفحة واحدة برزت بعض الخلافات. هل تنفي تثبت؟. هل بالإمكان الحديث حول هذا الموضوع؟. ولو باختصار؟. الصوت لا يصلني بشكل جيد أستاذ محمد. إذن من بغداد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية خالد إشواني. شكرا جزيلا لك.